حدثنا سفيان عن عمر وعن نفعي بن جبير بن مطعمين عن أبي شريح الخزاعي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت حدثنا يحي بن سعيد قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا سعيد يعني المقبولية قال سمعت أبا شريح الكعبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة إن الله عز وجل حرم مكة ولم يحرمها الناس فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليسفكن فيها دما ولا يعضدن فيها شجرا فإن ترخص مترخص فقال أحلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله أحلها لي ولم يحلها للناس وهي ساعتي هذه حرام إلى أن تقوم الساعة إنكم عشر خزاعة قتلتم هذا القاتل وإني عاقله فمن قتل له قتيل بعدما قالت هذه فأهله بين خيرتين إما أن يقتلوا أو يأخذوا العقل حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا مالك قال حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبي شريح الكعبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته يوم وليلة الضيافة ثلاثة أيامين من فما كان بعد ذلك فهو صدقة لا يحل له أن يثوي عنده حتى يخرجه حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا أبن أبي ذئب عن المقبولي عن أبي شريح الكعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن قالوا وماذاك يا رسول الله قال الجار لا يأن جاره بوائقه قالوا يا رسول الله وما بوائقه قال شره حثنا صفوان قال أخبرنا عبد الله بن سعيد عن أبيه عن أبي شريح بن عمر الفزاعي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم الجلوس على الصعودات فمن جلس منكم على الصعيد فليعطه حقه قال قلنا يا رسول الله وما حقه قال غدود البصر ورد تحيتي وأمر بمعروف ونهي عن منكر حدثنا أبو كامل قال حدثنا ليث قال حدثني سعيد بن أبي سعيد المقبولي عن أبي شريح العدوي أنه قال لعمري بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة إئذن لي أيها الأمير أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغداء من يوم الفتح سامعته أذني ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حيث تكلم به أنه حمضا لها وأثنى عليه ثم قال إن مكة تحرمها الله ولم يحرمها الناس فلا يحل لمر إن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك فيها دما ولا يعضد فيها شجرة فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقول إن الله عز وجل أذن لرسوله ولم يأذن لكم وإنما أذن لي فيها ساعة ساعة من نهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس فليبلغ الشاهد الغائب فقيل لأبي شريح ما قال لك عمر وقال قال أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح إن الحرام لا يعيذ عاصيا ولا فهرا بدمين ولا فهرا بجزية وكذلك قال حجاج بجزية وقال يعقوب عن أبيه عن أبن إسحاق ولا مانع جزية حثنا محمد بن بكر قال حدثنا عبد الحميد قال أخبرني سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي شريح العدوي من خزاعة وكان من الصحابة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الضيافة ثلاث وجائزته يوم وليلة ولا يحل لأحد أن يقيم عند أخيه حتى يؤثمه قالوا يا رسول الله ما يؤثمه قال يقيم عنده ولا يجد شيئا يقوته ترجمة نانسي قنقر